السلام عليكم اخوتي ومحبا بكم في القناة دي لكم استفام عام ومبروك علينا كاملين هاد الانتصار عن جدارة واستحقاق على المنتخب البلجيكي المدجج بالنجوم وفي صراحة هاد النتيجة ما جاتش صدفة ولكن جات بالمجهود اللي قاموا به جميع اللاعبين والمدرب وكذلك الجمهور لمنسوش الدور الكبير اللي قام بيف هاد مقابلة اللي كان هو العامل الاول الانتصار دي لنا على هاد المنتخب البلجيكي العنيد واليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جبت لكم جميع الحسابات الخاصة بالمنتخب الوطني المغربي دي لنا كيفاش ان شاء الله غادي نقدروا نتأهلوا واشنا هي النتائج اللي غادي تخدم الصالح دي لنا اذا كيف كتشوفو اختي وقبل ما نبدو في الحسابات فهذه هي المجموعة دي لنا فالصف الاول للاسف لحد الان فهو تحتلو المنتخب القرواتي بربعة دي لنقاط وكذلك عنده زائد ثلاثة لانه عنده زائد ثلاثة دي لأهدف ثم عندنا في الصف الثاني هو المنتخب المغربي بربعة دي لنقاط كذلك ولكن النسبة عنده هنا قل من المنتخب القرواتي يعني عنده زائد هدفين فقط وهذا الشيء لاش المنتخب القرواتي فيتنا في الترتيب ثم في المرتبة الثالثة المنتخب البلجيكي بثلاثة دي لنقاط وعنده ناقص واحد وكذلك المنتخب الكندي بصفر نقطة وعنده ناقص ربعة دي للاهدف إذا هذه الحصيلة دي لجولتين اللي دازوا في المجموعة دي لتنا دبا عدنا آخر مقابلة اللي غد يواجه فيها المنتخب المغربي ناضير دي للكندي اللي تم الإقصاء انتعه مباشرة لأنه تحصل على سفر نقطة ثم المقابلة الأخرى القوية جدا هي اللي غد دور بالمنتخب القرواتي العنيد وكذلك المنتخب البلجيكي العتيد إذا هذو ما المطشط اللي عندنا وهما اللي غد ينجروا لهم الحسابات دي لهم فالحمد لله خرجنا من هذة تنائي القاوي انتع بلجيكا وكرواتيا بربعة دي لنقاط وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ثم المتابرة دي لفريق والمدرب اللي عرف كيفاش يسير هذ المبارتين رغم الانتقادات اللي كانوا في المبارة الأولى والجميل هو أن المبارة ديتنا الأخيرة احنا هي مع المنتخب الكندي اللي ما عنده ما يخسر وفي نفس الوقت هذ ما عنده ما يخسر سلاح دو حدين لأنه يقدر يدخل بدون ضغوطات ويعطيك كتر من 100% دياله وكذلك يقدر يكون إيجابي لنا لأنه غد يدخل وما غد يشي تقتل 100% يعني حسب سيناريو المقابلة دبا غد نعطيه الفرضيات اللي عندنا كيفاش غد نقدره ندوزو الدور الثاني بإذن الله في الجميل في هذ المعطاية اللي غنقدم لكم دبا هو أنه الحمد لله رغم أننا غدي نقدموه الألة الحاسبة لكن كيبالي يبلي نسبة التأهل ديالنا كبيرة بزاف الحمد لله لأنه حتى في الحالة نتعت الخسارة ديالنا فرا غدي ندزو لكن بشروط اللي غدي نشوفو دبا إذن أول حالة هي الفوز ديالنا فكيعني التأهل أوتوماتيكيا لكن بالنسبة للصدارة فخصنا نفوزو بكتر من نسبة اللي فزت بها كرواتيا على بلجيكا في حالة أن كرواتيا غلبت بلجيكا إذن إلا بغن نتأهلو إحنا اللولين خصنا نفوزو ولكن بفارق أهداف كتر من الأهداف اللي غدي تكون سجلات كرواتيا في حالة أنها فزت على بلجيكا هذه الحالة الأولى ثم حالة التعادل كذلك كتأهلنا مباشرة للدور الثاني لكن كنتأهلو كتاني المجموعة أما بالنسبة للخسارة وهذا هو اللي جميل عندنا في هذه الحسابة نتعت تأهل في هذه الموندية الحمد لله فهو وخا نخسره أمان كندا فنقدره نتأهلو في المركز الثاني بشرط أن بلجيكا تخسر أو تعادل مع كرواتيا أو تغلب بلجيكا كرواتيا بثلاثة ديال أهداف الفوق هنا أوتوماتيكيا إحنا غدي ندوزو للدور الثاني بشرط نخسره بهدف واحد ما يكونش كتر من فرق الهدف واحد إذن هاد نسب كاملة كتأكد لنا بلي المنتخب المغربي إن شاء الله غدي يكون في الدور الثاني بدون أدنى شكل لأننا طيقين فالوليدات ديالنا وإن شاء الله غدي يفرحونا وفرحو جميع المغاربة والعرب والمسلمين ثم ندوزو للمنتخب الكرواتي هذه هما الحالات اللي يقدر يدوزوهم كذلك الدور الثاني بالنسبة له فالفوز ولا التعادل كي أهله أوتوماتيكما في الصدرة في حالة كانت نسبة ديال الأهداف دياله كتر مننا فالحد الآن هو زائد علينا بواحد الهدف يعني إذا ربح هو بجوش ديال الأهداف ولا ثلاثة فأوتوماتيكما نحن خصنا نربحه بكتر في الماتش الأخير باش نقدره نكونوا فيتينو في النسبة دياله وبالتاني ندوزو في المركز الأول لكن ما زال قدامه مقابلة صعيبة وصعيبة بالزاف أمام متخب بلي جيكي لما غاديش يبغي يخرج خالي الوفاة من هاد المنظية ثم كذلك في الخسارة دياله أمام بل جيكا مفارق لا يزيد عن هدفين كتأهلوا كذلك الدور الثاني ولكن خاص نحن ضروري نخسروا مباراة مع كندا وهذا ما كانت منوش إن شاء الله إذا كذلك المنتخب الكرواتي الحضوط دياله وافرة أنه يدوز الدور الثاني ثم غاديزو المنافس الثالث اللي هو بل جيكا اللي الحمد لله تفوقنا عليه لهذا واللي اعطنا لفونتاج عليه في هاد الحسابات وانا الحالات ديال التأهل منتخب البل جيكي الدور الثاني فإلا بغايدوز الدور الثاني خاصه ضروري الفوز على المنتخب الكرواتي أو لا كذلك عنده واحد احتمال تاني اللي هو ضعيف وضعيف بزاف في حالة تعادل دياله والمغرب تخسر بكتر من ثلاثة ديال أهداف وهذا اللي كيباليا أنا شبه مستحيل إذن نسبة تأهل منتخب البل جيكي مقارنة معنا فإن شاء الله منتخب المغربي غاديدوز بدون شك إذن هذه الحالات نتعتأهل هاد المنتخبات الثلاثة في هاد المجموعة ديالنا وانتمنوا إن شاء الله ندوزوا الدور الثاني باش نكونوا مفخرة للعرب ومفخرة للمسلمين وإن شاء الله نمتلهم أحسن تمتيل وكذلك نتمنوا جميع الفرق العربية والإسلامية أنها تيدوز الدور الثاني إن شاء الله ولما لا نحققوا نتائج طيبة لأن هاد المونديال تقام في دولة عربية فلما لا ندروه البصمة ديالنا كعرب ومسلمين وتكون بصمة يسجلها التاريخ كيف ما كان هاد المونديال في قطر لي صراحة مونديال حيالي تنظيم رائع وأجواء جميلة جداً اللي نتمنوا تبقائكوا حتى الآخر مباراة إن شاء الله لأنهم فعلاً أعطوا للعالم دروس في التنظيم ودروس كذلك كيفاش إنسان أخصوا يحافظ على المبادئ دياله رغم جميع الضغوط اللي يكونوا عليهم من الخارج فضروري المبادئ دياله يحافظ عليهم ومن هنا كي يحطرمك الجميع إذن خوتي نتمنوا تأهل للمنتخب المغربي وجميع المنتخبات العربية وموعدنا وراء المقابلة إن شاء الله